المرد والفقر والموت فهذا الألم يكبح جماح فساده جماح فساد الإنسان الذي يتوثب إلى الطغيان والتجبر يتوثب كي ينزع نفسه من فطرته السليمة كي يذهب باتجاه الظلم والجور بكل أشكاله ومراتبه ومعانيه فالنفس البشرية ميالة إلى الظلم وهذه حقيقة نتلمسها عبر التأريخ عبر الماضي وعبر الحاضر والمقدمات كذلك تحدثنا عن المستقبل التفاعل فيما بين الكائنات أحد محركاتها الألم في سورة الدخان وفي الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة في سياق قصة غرق فرعون ومن معه الخطاب إلى موسى النبي واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون واترك البحر رهوا اتركوا كما كان مثل ما كان ساكنا وهادئا ومستقرا وعبرتم عليه يا بني إسرائيل فجاء فرعون وأطبق عليه البحر بعد ذلك واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم إلى أن تقول الآيات فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والأرض لأن السماء تبكي ولأن الأرض تبكي لأن الكائنات تتفاعل مع الوقاع والأحداث فما بكت فما بكت عليهم السماء والأرض هناك مستويات من التواصل والإدراك فيما بين الكائنات والموجودات ومر الحديث في الحلقة الأولى حينما حدثتكم عن تسبيح الكائنات وعن إدراكها هذه الموضوعات مترابطة فما بكت عليهم السماء والأرض هذا التواصل بين الكائنات يتجلى في صورة حدثتنا عنها صورة الحشر في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة لو أنزلنا هذا القرآن أنزلناه على أي شيء على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذه حقيقة ما هذا بخيال لو أنزلنا لو أنزلنا القرآن بمستوى إدراك الجبل على الجبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون في سورة البقرة في الآية الرابعة والسبعين بعد البسملة والخطاب لبني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة بحسبها أما قلوبكم يا بني إسرائيل فهي كالحجارة أو أشد قسوة وما كان يفترض أن تكون كذلك فأنتم آدميون وحتى الحجارة رغم قسوتها فلها شعورها وإدراكها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله هناك تواصل فيما بين الموجودات وبين الله وتواصل فيما بين الموجودات يتواصل بعضها مع البعض الآخر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون هناك تطبيق عملي حدثتنا عنه سورة الأعراف في الآية الثالثة والأربعين بعد المئة بعد البسملة ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك موسى طلب ذلك بسبب إلحاح الذين كانوا معه قالوا نريد أن نسمع كلام الله فسمعوا كلام الله قالوا نريد أن نراه قال لن تستطيع قالوا إنك كليم الله ونبي الله إنك تستطيع أن ترى فاطلب منه وإذا ما رأيته حدثنا بعد ذلك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة هذه الذرات التي تسمى بذرات الهبى التي نراها تتحرك في ضوء الشمس الداخل من النوافذ حينما ندقق النظر في حزمة ضوء الشمس التي تدخل من النافذ نرى ذرات تتحرك في وسط هذا الضوء إذا حاولنا أن نمسك بها لا نستطيع أن نمسك بها التي تعرف بذرات الهبى أو الهباء بحسب أحاديث العترة الطاهرة هذه بقايا هذا الجبل وبحسب أحاديث العترة فإن النور الذي تجلى للجبل هو نور ملك كروبي من شيعتهم هكذا تقول الروايات نور ملك كروبي من شيعتهم ولم يتجلى بكل طاقته وإنما بجزء يسير من نوره تجلى لذلك الجبل فصار دك وخر موسى صعق بحسب أحاديثهم مات موسى بحسب رواياتهم صلوات الله عليهم وخر موسى صعق مات موسى فلما أفاق أحياه الله بعد موته قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين موسى موسى نبي من أولي العزم هو عالم وعارف بأنه لن يستطيع أن يرى الله لكن الأمر راجع إلى الذين جاءوا معه من دون الرجوع إلى أحاديثهم لن نستطيع أن نستكشف هذه هذه التفاصيل ولذلك أمرنا رسول الله أن نبايع أمير المؤمنين على مثاق أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط مثل ما أفعل الآن بين أيديكم فهذا الجبل تلاشى وانتهى هذه صور تخبرنا عن إدراك هذه الكائنات عن إدراك هذه الموجودات ولذلك هي تسبح وبكم بكم سادتي أهل محمد وبكم وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسيها هكذا نقرأ في الزيارة الحسينية المطلقة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان للمحدث القمي فما حدثتنا عنه سورة الدخان عن قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض لأن السماء تبكي حينما تستشعر الألم وكذلك الأرض تبكي حينما تستشعر الألم وهذا ما نقرأه في زيارة عاشورة فماذا نقرأ في زيارة سيد الشهداء في يوم عاشورة وتقرأ في كل يوم بحسب تعاليم العترة الطاهرة يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت موطن الشاهد هنا وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فما بكت عليهم السماء والأرض هؤلاء الفراعنة أما عند حسين فقد بكت السماء والأرض بكت وبكت 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 ولا زالت تبكي لا زالت تبكي مدام دم الحسين فوارا يفور يفور دمه يفور دمه إلى اللحظة التي يرتفع فيها نداء بقية الله من بين الركن والمقام لا زال دم الحسين فوارا لا زال فوارا نذهب إلى فاصل اشتركوا في القناة